مع حلول فصل الشتاء يواجه النازحون في الداخل السوري معاناة إنسانية بالغة الصعوبة جراء البرد من جهة والقصف الروسي الذي يطول مخيماتهم من الجهة الأخرى عندما يصبح فصل الشتاء نقمة يخشها الإنسان فاعلم أنك قد وصلت إلى سوريا هنا حيث لما كان للدفء يعيش الكثير من النازحين منذ أكثر من خمسة أعوام متشبثين بحلم العودة إلى منازلهم أو ما تبقى منها ويتلمسون الخروج من أزمة يبدو أن نهايتها ليست قريبة قساوة الشتاء باتت أمرا يخيف السوريين كثيرا ففي العام الماضي توفي عدد من الأطفال من البرد عندما ضربت عاصفة سلجية أجزاء من سوريا ولبنان والأردن نحن هنا يعيشون بأسوأ الحالات حتى المياه عما تطلع من تحت العبازي من تحت الأرض عم تدخل علينا حتى الأولاد عما تأشعر من البرد جواكيت ما فيه غتياب لا يلبسهم ما فيه يعني شو ما نحكيه؟ الأمور كتير 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 تعباني معاناة إنسانية تحمل المشهد الدرامي ذاته على السوريين الذين هربوا من موت إلى آخر فشبح البرد والسقيع ليس المعاناة الوحيدة لهم فاستهداف القصف الروسي للمخيمات يشكل معاناة أخرى ما جعلهم يقفون عاجزين أمام هذه المأساة فهم فروا من الموت إلى موت بطعم آخر الكثير من النازحين هنا شهدوا مراحل عديدة من الحرب بما فيها القصف الهمجي من قبل نظام بشار الأسد أو العيش تحت سلطة تنظيم داعش وفي مخيماتهم هذه يعيشون ظروفا رهيبة ومع انخفاض درجات الحرارة يسعون جاهدين للعصور على مكان دافئ فمأساة السوريين تتجدد فصولها بتجدد فصول السنة ترجمة نانسي قنقر